تعلن الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن بدء حفر أول بئر استكشافي في القطع البحري رقم واحد شمالية مملكة البحرين وذلك ضمن اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الانتاج الموقعة مع حكومة مملكة البحرين ممثلة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز مع الشركة إيني الإيطالية وبهذه المناسبة ثمن مع الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من لدني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعى مشيدا بالدور البارز الذي تطلع به اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله ورعى والتي تهدف إلى تطوير مصادر الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني مشيرا معاليه إلى العلاقات الوثيقة مع الشركة إينيا الإيطالية والتي تعتبر من كبريات الشركات العالمية التي تمتلك تقنيات متطورة وخبرة طويلة وكوادر مؤهلة في مجال الحفر والاستكشاف حيث تعد هذه الخطوة من الخطوات المهمة في استثمار الموارد الطبيعية البحرية في مملكة البحرين